معنا وقت ممكن نرد على الأسئلة المقلوبة ماشي اتنين عدد بتنجان رومي أو حلقات مقلي وعندنا اتنين فلفل أخضر رومي مقلي واثنين بطاطس حلقات مقلية تماطم حلقات بصل حلقات نص كيلو من الفراخ الفليه كنا عاملينها يوميا بالفراخ كوباية ونص شعرية محمرة اتنين كوباية رز بسمتي اتنين مكعب زبدة وزيت واثنين كوباية مرق وملح وفلفل هنبدأ المقلوبة كل الخضر اللي عندنا ممكن نقليه أو نشويه على حسب ما انتم حابين بس أنا بصراحة بحبه مقلي فهنقليه ونبدأ نصفيه كده على ورق مطبخ ونحطه على جنب وبعد كده هنقوم جايبين الرز بتاعنا هنسويه تلات تربع سوى رز أبيض عادي مصري هنسويه تلات تربع سوى والشعرية عندي هحمرها وهحط ملح وفلفل وهفلفلها زي ما بفلفل الرز برضو بمرأة أو بمية ما فيش مشكلة خالص هبقى عندي كده الشعرية جاهزة مستوية عندي الرز تلات تربع سوى وعندي كمان الخضار اللي أنا أليه سواء بطاطس بتنجين أي خضار أليه تمام بعد كده هبدأ أعمل الفراخ هحط مكعب زبدة وشوية زيت وهحمر الفراخ الفلي من الوش ومضار وحط عليها ملح وفلفل ورشة بسيطة جسد طيب هيبقى الفراخ عندي مستوية الشعرية الرز تلات تربع سوى الخضار هبدأ بقى أجيب الحلة بتاعتي أدهنها شوية سمنة وبعدين أبدأ أرس بقى الطبقات بتاعتي أرس بصل أرس طماطم أرس بتنجين بطاطس ممكن جزر كوسة أي خضار حابين تحطوه ينفع تحطوه وبعد كده هحط الفراخ الفلي عندي أو ممكن لحمة مفرومة على فكرة مع الصجل أو حابين وبعد كده هنحط الشعرية وبعدين آخر حاجة الرز وهنجبس كويس جدا الحل عندنا عشان يبقى كله مجبوس مع بعض وفي الآخر هحط عليهم حوالي 3 ربع من الكوباية من المرأ 3 ربع كوباية من المرأ وهحطوا كده فوق الوش وبعدين هسيبه على نار هدية تماما ياخد حوالي 3 ساعة يستوي وبعدين هسيبه يهدى 5 دقايق وبعدين هقلبه عندي أحلى مقلومة